هذا بدر بن الرياض يقول حفظكم الله أحد العمالة المنزلية في بيتنا من الله عليه بالإسلام لكن ما هي الأشياء والأساسيات التي أستطيع من خلالها إعلامه وتعليمه دينه تذهب به إلى المكاتب التوعية وتوعية الجاليات وهي كثيرة ولله الحمد تذهب به إلى القائمين على توعية الجاليات وهم عندهم إجراءات وعندهم كتب وعندهم ما يبين لهذا المسلم الجديد أحكام الإسلام جزاهم الله خيرا نعم